بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني من الدرس السادس بعنوان Dimensioning Components سوف نعطي بعض المعلومات على Extention Lines على Dimension Lines على Leader Lines و Dimension Figures وننهي بال Notes إما Local Note إلا General Note بالنسبة للExtension Lines Dimension Lines و Leader Lines هذه الخطوط بنكتبها وبنرسمها باستعمال 4H Pencils بالنسبة للDimension Figures و Notes بنستعمل 2H Pencil Extention Lines indicate the location on the object's features that are dimensioned هنا أخذنا مثال وده يعتبر إيه؟ ده يعتبر extension line ده extension line ده extension line هي الخطوط بتساعد في وضع الأبعاد هذا كمان مثال ثاني ده يعتبر extension line extension line عشان نعطي البعد ده ده extension line وده extension line هذا كمان وهذا كمان وهذا كمان ده كلها خطوط اللي تساعد لوضع الأبعاد بالنسبة للDimension Lines indicate the direction and extent of a dimension and inscribe dimension figures هذه خطوط الأبعاد هذه خطوط الأبعاد هنا خطوط الأبعاد بتعطينا الزاوية وهذا كمان خط اللي يعطينا طول الرسمة بتاعنا ده هنا مثال عندنا زاوية 123 درجة هنا عندنا بوعد 43 D13 27 و10 Lider lines indicate details of features with a local note هنا بنعطي مثال بتاع Lider lines ده بيعطينا ايه؟ بيعطينا معطيات على هذه الاستوانة بيعطينا الديومتر بتاعها اللي هو 10 drill وبيقول أنه في هنا في ثقبين 2 holes بنفس القطر كمان هنا بنجد الر 16 بيعطينا ايه؟ بتعطينا الر بتاع الجوز ده وده بنسميه كمان Lider lines خلينا ناخد كل خط اللي وحده ده الاستوان بالنسبة الاستوان في بعض الملاحظات المهمة We must leave a visible gap about 1 مليمتر تقريبا 1 مليمتر from a view and start drawing an extension line يعني هنا لازم نترك فراغ تقريبا 1 مليمتر وبعدها نبدأ نرسم extension line هنا كمان في فراغ يسمى visible gap بين extension line والرسم بتاعنا هنا مثال ثاني وده مثال ثالث extend the lines behind the dimension line 1 2 مليمتر يعني لازم يكون extension line برا dimension line من 1 إلى 2 مليمتر يعني هذه المسافة الصغيرة هتكون من 1 إلى 2 مليمتر هذه المسافة الصغيرة لازم تكون من 1 إلى كمان هنا بنلاحظ بنترك مسافة من 1 إلى 2 مليمتر يعني خط extension line لازم يعدي خط dimension line ب 1 إلى 2 مليمتر بعض الأخطاء كامل mistake هنا في خطأ extension line ما عد dimension line وهنا في خطأ أن المسافة بين extension line والرسم بتاعنا مسافة كبيرة do not break the lines as the cross object lines لو عنا خط بتاع dimension بعدي على الرسمة لازم يكون خط متواصل ما نقطعه هنا كمان لازم يكون خط متواصل لو رسمناه بالطريقة هذه هيكون خطة لازم يكون خط متواصل دي نوع من المست نمر لدى line dimension lines should not be spaced too close to each other and to the view يعني ايه we must leave space at least two times of a later in height يجب نترك فراغ هنا بين الرسمة وال dimension line تقريب مرتين أو ضعف علو الكتاب بتاعنا أو البعد بتاعنا لازم نترك فراغ هنا تقريبا مرتين ارتفاع الكتاب بتاعنا دي الملاحظة الاولى we must leave space at least one time of a later height يعني ايه يعني هنا لازم نترك فراغ بين الكتاب وال dimension line تقريبا واحد مرة ارتفاع الرقم بتاعنا 테라 نترك من freshly تقريبا تقريبا كلها تقريبا اشتركوا في القناة